أعلنت وزارة النقل تفويج أكثر من 35 ألف زائر جوى للمدة الممتدة من الأول وحتى العشرين من شهر صفر وقالت الوزارة في بيان عدد الرحلات التي أقلت الزائرين العرب والأجانب بلغت 219 رحلة توزعت بين مطاري بغداد والنجف الأشرف الدوليين وتابع البيان أن عمل الخطوط الجوية العراقية مستمر وفق خطة التفويج العكسي للزائرين ترجمة نانسي قنقر